إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله الصيام والقيام إن شاء الله هذه الآيات المباركة تشير إلى أن الإنسان مبتلاً في هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى في الواقع لا يخدعنا في هذه الدنيا وإنما يبين لنا بالضبط ما هي الأمور التي سنمر فيها أو بها في هذه الحياة فقد قال الله سبحانه وتعالى أيضاً في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل إذن البلاء في واقع الحال للإنسان هو جزء مهم من حياتي الإنسان ومن ولتطوره والدليل على ذلك دليل عقلي ونقلي بمعنى أما الدليل العقلي نبدأ بالدليل العقلي بعد أن أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المحظ كما فعلنا يوم أمس واتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة فعلاً كما يذكر في القرآن الكريم لأن الكمال لا يصدر منه إلا الكمال ولا يصدر منه اللغو صحيح فلا يفعل شيئاً إلا أن يكون هذا الشيء لغرض ولغاية ولهدف فإذن الله سبحانه وتعالى عندما اختار لنا الحياة والوجود فهذا أفضل شيء لنا ولكن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه المنظومة الحياتية التي تعلقت بالزمان وبالمكان وضعنا ليختبرنا كيف نصل إلى هذا الواقع أو إلى هذه الحقيقة عقلاً الله سبحانه وتعالى خلقنا وعندما خلقنا اختار لنا الوجود الله الكامل اختار لي ولكم أن نوجد في هذه الدنيا إذن هذا أفضل خيار لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لنا الوجود فإذن علي أن أشكر المنعم على نعمة الحياة ونعمة الوجود وهذا الشكر يكون بالنسبة للإنسان بحسب إدراكه وإذعانه بخالقه وهذا الإدراك وهذا الإذعان في الواقع هو الحالة الإيمانية كلما ازددت تعرفاً على الله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيماني فإذا ازدادت النسبة الإيمانية عندي فكل وجودي في الواقع يعكس هذه الحالة الإيمانية لماذا؟ بما أن الله سبحانه وتعالى خلقني وأوجدني وأعطاني كل ما لدي من نعم ومن حواس ومن جوارح فإذن علي أن أسخر هذه الحواس وهذه الجوارح لا ولشكره لما أنعم علي وأعطاني فإذن عقلان لابد من شكر المنعم بكل ما أعطاني من جوارح وحواس فإذن لابد للعين أن تشكر الله وللسمع أن يشكر الله ولللسان أن يشكر الله وللقلب أن يشكر الله ولليدين أن تشكر الله وللرجلين أن تشكر الله وللفرج أن يشكر الله وأن نستعين بالله على ذلك كما ذكر الإمام زين العابدين عليه السلام إذن لله سبحانه وتعالى بالنسبة للحقوق فله الحق الأكبر علي كما أن أمي وأبي خلقاني أي أتوا بي إلى هذه الدنيا فرباني صحيح ولهم الفضل الكبير علي فالله سبحانه وتعالى الذي خلقهما له أكبر فضل علي وعلى الإنسانية فبناء على ذلك لابد أن أشكره كيف كما أشكر أمي وأبي أطيع الوالد والوالدة صحيح هذا نوع من الشكر لفضلهما أكون ابنا أو بنتا بار أو بارة بوالدي فهذا نوع من الشكر فإذن لابد أن أكون بارا بخالقي ولابد أن أكون شاكرا لخالقي فأشكره من خلال إرضائه بما أعطاني فبما أن الله سبحانه وتعالى هو كامل فإذن لابد أن أسعى لأرضيه بحركات تكاملية وأهداف توصلني إلى أقرب ما أستطيع أن أصل إليه من الكمال تضح المطلب فإذن كيف أصل إلى ذلك أولا أرى الله سبحانه وتعالى عطوف لطيف رحيم غفور فلابد أن أقتدي بأخلاقي فأصبح بأخلاقي إنسانا متعلقا بربه وبخالقه عبدي كن مثلي تقول للشيء كون فيكون إذا تخلقت بأخلاق الله فإذن أصبحوا بكل خطوة إنعكاسا لهذه الحالة النورانية الإيمانية التي تحكس ربي لنقول أن الإنسان مثلا حاشا لكم من هذا التصرف أن يتبع أشر الناس أو أن يتبع هواه لأن الهوى واتباع الهوى في الواقع يستدعي أن يكون الإنسان في حالة بحيث يرى أنه لا فائدة من هذه الحياة ولا غاية لها فإذن أرمي بنفسي في الهاوية في تصرفاتي في كلامي في علاقاتي صحيح في الأجواء التي أتواجد فيها وهذا في الواقع يعد إنكارا لنعمة الله سبحانه وتعالى ولنعمة الاختيار لأن الله سبحانه وتعالى من عدله ومن كماله أعطاني قدرة قدرة الاختيار لأن الاختيار أو الخيار أو أن أكون عبدا مختارا هو في الواقع خير والإكراه شر فإذن لا بد أن يعطيني الله سبحانه وتعالى ربي القدرة على الاختيار حتى وإن كان ذلك لعله يسبب أن يكون الإنسان غافلا عن ربه فلا يختار الطريق الذي يقربه إلى الله فيكون عاصيا ناكرا للجميل ولفضل الله سبحانه وتعالى عليه إذن أما العبد الذي يختار الله سبحانه وتعالى يكون عبدا مؤمنا يعكس هذه الحالة الإلهية النورانية التي اختارها لنفسه فنورت قلبه وبذلك يخلص في عمله وفي كله لله لماذا لسبب واحد لأنه استطاع أن يربط نفسه بالله بخالقه فيقول الإمام سلام الله عليه الإمام زين العابدين واصفا هذه الحالة وهذا المنطق العقلي الذي ذكرناه للوصول إلى هذه العلاقة بيننا وبين ربنا حيث يقول وأما حق الله الأكبر عليك فإن تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة وأن يحفظ لك ما تحب منها سبحان الله كيف أن الإمام المعصوم عكس هذا التفكير والمنطق والتعقل الذي من خلاله استطعنا أن نصل إلى الله كيف ذلك بنعمة العقل سبحان الله يعرف الإمام الصادق سلام الله عليه العقل فيقول ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان سبحان الله فإذا حتى هذا العقل إن سخر لله والتوصل للحقائق فلابد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى ولابد أن يصل إلى هذا الواقع عليكم السلام ورحمة الله ولابد أن يصل إلى هذا الواقع حتى يكون علاقة قوية مع خالقه ثم أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الحق الثاني من رسالة الحقوق يذكر وأما حق نفسك عليك فأنت استوفيها في طاعة الله فإذا فسبحان الله فتؤدي إلى لسانك حقه وإلى سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقها وإلى رجلك حقها وإلى بطنك حقه وإلى فرجك حقه وأن تستعين بالله على ذلك إذن ما ذكرناه يوم أمس حيث أثبتنا التوحيد وأن حالة التوحيد التي يصل إليها الإنسان وفعلا تصبح حالة عند الإنسان حالة ومنطلق وأساس مهم لاتخاذ القرارات اليومية بحيث أنه كل كياني مسخر لربي ولإرضائه لا غير فإذا الهدف من الحياة هو معرفة الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج هو الكمال المعض المعدود فإذن من الذي يحتاج الإنسان الذي يحتاج ومن الذي يحتاج إليه معرفة ورضا ربه فإذا عرف ربه من خلال هذا التمرين النفسي والنظر إلى حالته النفسية ووضع ووضعه ووضع الإنسان في هذا الحياة ومكانه إذن يصل إلى أنه محدود ولا بد أن يوفي هذا الحق وهو الحق الأكبر وهو حق الله سبحانه وتعالى ولا يوفي ذلك إلا من خلال هذه الجوارح والحواس التي أنعم الله به عليها وبذلك يصبح بتصرفاته ربانيا وكلما كلما أتاه تحدي أو ابتلاء استطاع أن من خلاله يسخر هذا الابتلاء والقرارات التي يتخذها أثناء هذا الابتلاء للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيرى كل ما يتعرض إليه في حياته من ابتلاءات كفرص فرص لشكر منعم فرص للوصول إلى حالة إيمانية أعلى وأقوى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للارتقاء في درجات إيماننا لأن نسخر هذه الجوارح وهذا العقل لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولخدمته ولشكره ولعبادته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والفاتح على أرواح المرحومين مسبوقة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر شكرا